معي عبر الهاتف الآن الكابتن شعيب سيكوك محلل أداء النادي الأهلي السابق من سويسرا نتكلم معه عن مباراة الأهلي والوداد القادمة إن شاء الله كابتن شعيب مساء الخير مشرفني ومنوارنا على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير أخير رمزي ومرحبا بمشاهدي الكرام وشكرا على استداد ده شرف كبير لينا مواجهة قوية وكبيرة تجمع الأهلي والوداد في إيام نهاية دور أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم كيف ترى هذه المواجهة؟ والله كنا عارفين على المباراتين سيكونوا صعبة مقابلة القائرة ستكون صعبة والإيام والدار بضاء ستكون أصعب لكن خبرة الفريقين والأهلي المساء عندهم خبرة كبيرة في هذه المدارة في هذه التجربة وكنا نظل على مقابلة متساوية بعد مقابلة القاهرة إصابة الواحدة خلات الفريق بلادي الذي يرجع يلعب على حضوده إثنين السافر كانت النتيجة تكون صعبة كانت تكون نسبة مئوية أكبر للنادي الأهلي لكن إصابة الواحدة المقابلة المقبلة ستكون إن شاء الله متساوية 50-50 شفت مبارات الزهب؟ هل شاهدت مبارات الزهب؟ طبعاً شاهدت مقابلة الزهب في القاهرة كنا عارفين أن المقابلة ستكون صعبة أولاً بحيي الفريقين على المستوى الذي ظهروا به مستوى كبير شوط أول للنادي الأهلي كان شوط رائع الفريق بيداد البيضاوي قناعات المدرب لرجوع إلى الوراء وانتظار الأهلي لاستحواذ القورة للنادي الأهلي أعطاهم ثقة أكثر لكن فريق بيداد البيضاوي كان عنده إمكانيات كان قادر يسجل في القاهرة أيضاً وشوفنا في آخر المباراة حتى في الشوط الأول اللي كان الفريق راجع إلى الوراء أحاول الفريق بيداد البيضاوي خلق أصنع يعني انفراد لعيب الشعدي مع أحمد شوبير مع مصطفى شوبير ردت في على الكبيرة ديال مصطفى شوبير وأنا شخصياً أهني على المقابلة الرائعة اللي قدم شفنا الهدوء دياله وشفنا الإمكانيات دياله اشتغل على نفسه واستغل فرصة لإعطاها وطريقة لإعطاها المدرب وكان في المستوى متطلعة كل النادي الأهلي كمحل الأداء أي اللاعبين لفضوا نظرك بشكل كبير في مباراة الزهب؟ والله بيرتساو بيرتساو وحسين الشحات هم في أحسن حالات ديالهم يبقى من العبالنا الأخطر في كل مباراة كانوا لعبين لدائماً الحلول في رجليهم حتى كهرباء في مربع العملية يبقى لعب خطير جداً القوية اللي متولي يعني اللعبها في أحسن حالها لكن حسين الشحات وبرتساو يبقى لعبين الأخطر واللعبين اللي يعملوا الفرق كابتن شعيب ساكوك محل الأداء النادي الأهلي الصابق أنا أشكرك شكراً جزاء على هذه المداخلة